تحاط المدينة بجبال الألب المهيبة وتقدم للسياح تجربة فريدة تجمع بين الأنشطة الجبلية والمعالم التاريخية أولاً أجمل الأنشطة السياحية جبال الألب المحيطة بإنسابروك تعد واحدة من أبرز المعالم الطبيعية في المدينة يمكن للسياح ركوب التلفريك للوصول إلى قمم الجبال والاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المدينة والوديان الخضراء تقدم الجبال مجموعة من الأنشطة مثل التزلج في فصل الشتاء والمشي وركوب الدراجات الجبلية في فصل الصيف توفر المنطقة مسارات متنوعة تناسب جميع المستويات من المبتدئين إلى المتسلقين المحترفين البلدة القديمة في إنسابروك هي قلب المدينة التاريخي وتضم مجموعة من المعالم الثقافية الفريدة يمكن للسياح التجول في أزقتها الضيقة المعبدة بالحصى واكتشاف المباني القديمة ذات الطراز الباروكي والقوطي من أبرز المعالم في البلدة السقف الذهبي الذي يعد رمزاً للمدينة يحيط بالساحة الرئيسية مقاهي ومطاعم تقدم المأكلات المحلية مما يجعلها مكاناً رائعاً للاسترخاء والاستمتاع بأجواء المدينة لا تفوت مشاهدة فيديوهات النمسا في قناتنا فيينا، سالسبورغ، هلشتات، زيلامسي، كابرون والروابط في الوصف ثلاثة، القصر الإمبراطوري القصر الإمبراطوري في إنسابروك هو من أهم المعالم التاريخية التي تستحق الزيارة بني القصر في القرن الخامس عشر وكان مقراً للإمبراطور ماكسيميليان الأول تحيط بالقصر حدائق جميلة توفر أماكن مثالية للتنزه والاستمتاع بجمال الطبيعة أربعة، نهر الإن نهر الإن يضيف إلى مدينة إنسابروك سحراً خاصاً يمكن للسياح الاستمتاع بجولات القوارب على طول النهر أو التنزه على ضفافه للاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة تعد جسور إنسابروك التاريخية مكاناً رائعاً لالتقاط الصور ومشاهدة المدينة من زوايا مختلفة يوفر النهر أيضاً فرصاً للأنشطة المائية مثل التجديف شارك الفيديو مع من ستسافر إلى إنسابروك معه ثانياً، أسئلة وأجوبة عن السياحة في إنسابروك واحد، ما هو أفضل وقت لزيارة إنسابروك؟ أفضل وقت لزيارة إنسابروك يعتمد على اهتماماتك إذا كنت من محبي التزلج والرياضات الشتوية فإن أشهر الشتاء من ديسمبر إلى فبراير هي الأنسب أما إذا كنت تفضل التنزه واستكشاف المدينة في أجواء معتدلة فإن فصلي الربيع والصيف من مايو إلى سبتمبر هما الأمثل حيث تكون درجات الحرارة معتدلة وتصل بين 15 و 25 درجة مئوية اثنان، ما هي أسعار الفنادق في إنسابروك؟ تتنوع خيارات الإقامة في إنسابروك بشكل كبير تبدأ أسعار الفنادق الفاخرة من 150 إلى 300 يورو لليلة وتقدم خدمات راقية ومناظر خلابة للجبال الفنادق المتوسطة تتراوح أسعارها بين 80 و 150 يورو لليلة بينما تبدأ أسعار النزل وبيوت الضياف من 40 يورو ينصح بالحجز المسبق خاصة في مواسم الذروة لضمان الحصول على أفضل الأسعار لا تنسى عمل اللايك للفيديو عندما يعجبك ثلاثة، كيف يمكن التنقل في إنسابروك؟ إنسابروك توفر وسائل نقل عامة مريحة تشمل الحافلات والترام وتكلفة التذكرة اليومية حوالي 5 يورو كما يمكن استئجار الدراجات أو السيارات لاستكشاف المدينة والمناطق المحيطة بشكل أفضل تعد وسائل النقل العامة وسيلة ممتازة للتنقل في المدينة وخاصة في المناطق السياحية 4 ما هي الأنشطة المناسبة للأطفال في إنسابروك؟ إنسابروك توفر العديد من الأنشطة المناسبة للأطفال مثل زيارة حديقة الحيوانات الألبية أو متحف الكريستال يمكن للأطفال أيضا الاستمتاع بركوب التلفريك ومشاهدة المناظر الطبيعية من القمم الجبلية خلال فصل الصيف تعد الأنشطة المائية في نهر الإن وجولات الدراجات خيارا ممتعا للعائلات 5 ما هي العملة المستخدمة في إنسابروك؟ العملة المستخدمة في إنسابروك هي اليورو مثل باقي أنحاء النمسا ينصح باستخدام بطاقات الإتمان أو السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في المدينة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد